موسيقى اللي هو النائب الرئيس مصطفى كامل زاهر أمين السندوق محمد عبدالوهاب طاهر محمد ممدوح الشيخ أنا بقول لكم الأسماء بالكامل يعني هو كابت طهر الشيخ طبعا هشام فاروق محمد عبدالحميد العمري إبراهيم كامل كامل السيد الكفراوي عماد محمد وحيد مهند مجد محمد عبدالعزيز مروان هشام محمد فؤاد محمد جمال محمد أحمد هليل ده قرار وزير الشافة والرياضنا نهاردة بتعيين مجلس إدارة للنادي الأهلي وتضمن قرار الوزير في مداته الرابع أن يتولى مجلس الإدارة المعين إدارة شؤون النادي ودعوة الجمعية العمومية في موعدها القانوني كما تضمنت المادة الخامسة بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه أنا عايز أقول حاجة أن وزير الشاب والرياضة المهندس كارد عبدالعزيز أنقذ النادي الأهلي من دوامة ما كانتش هتنتهي النهاردة قرار بالتعيين بنفس أعضاء المجلس يعني أعتقد أن الناس تشكر المهندس خالد عبدالعزيز أنه بيحاول يحافظ على مؤسسة رياضية مهمة جدا في الشرق الأوسط وفي أفريقيا وفي مصر النادي الأهلي أي حاجة غير كده كنا هنخش في دوامات زي ما قلنا مبارح وزي ما بنتكلم دايما الفترة اللي فاتة النادي الأهلي متكتف كانش عارف يصرف أي مرتبات للعملين مش قادر يتعامل بأي قرارات مالية أو مش قادر يطلع أي فلوس من داخل النادي عشان يصرف المرتبات يدير النادي العاب الرياضية الموظفين الكلام ده كل فالنهاردة القرار ده أنا شايفه قرار تاريخي للمهندس خالد عبدالعزيز أنه بيحاول يحافظ على استقرار النادي الأهلي في بقى أعضاء مجلس إدارة في النادي الأهلي رفضين قصة التعيين قال لك إحنا ناس منتخبين وناس يعني مجلس شرعي من خلال انتخاب الجامعية العمومية فعيب قوي اللي احنا نجي بالتعيين فعايز أقول لازم الكل يتكاتف مع بعض عضاء مجلس دارة النادي الأهلي يساعدوا وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز ما يرفضوش التعيين أو البعض منهم أغلبية خلاص يعني حوالي خمس أفراد غير المهندس محمود طهر يعني ستة موافقين على موضوع التعيين البعض الآخر رافض وكان معايا الأستاذ إبراهيم الكفراو ومبارع على التليفون عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وقال لي يا كريمي يعني احنا الأغلبية رافض قصة التعيين لكن أنا بأكد لكم فيه قعدة تنبت النهاردة الصبح أيضا من خلال المهندس محمود طهر بعض أعضاء المجلس واتفقوا على الموافقة على تعيينهم في مجلس إدارة النادي الأهلي ومهندس خالد عبدالعزيز قال لي يا جماعة اللي معترض على التعيين من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي اللي أنا عينتهم يبعث لي ورقة أو خطاب برافضه التعيين حاجة رسمي أنت رافض التعيين مش راضي تكون متواجد في المجلس ابعت للمهندس خالد عبدالعزيز خطاب رسمي أو ورقة رسمية بتقول اللي أنت رافض التعيين داخل مجلس لكن أعايز أقول حاجة طبعا جبهة المعارضة والأسوات أحمد هلال هيبدأ يعمل مش عارف بقى هيعمل إيه يعني أكيد حيطعن في قرار وزير الشياب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز بالتعيين له عين مجلس إدارة جديد ولكن يا جماعة طلبين الهدوء من كل الأطراف عشان سفنت النادي الأهلي تمشي عشان زي ما قالت لكم مؤسسة رياضية كبيرة جدا في مصر النادي الأهلي مش عايزها تخش في دوامة المحاكم والأضايا آه في قضية شغالة في طعن مفروض حيترد عليه 24 أو 28 فبراير القادم كمان شهر من النهاردة لكن القرار ده أنا شايفه إن المهندس خالد عبدالعزيز بيحاول يحافظ على استقرار النادي الأهلي عين نفس المجلس عشان يدير النادي الأهلي عشان مؤسسة كبيرة زي النادي الأهلي متوقفش وتبقاش متكتفة في الفترة القادمة طالب من أعضاء المجلس إدارة النادي الأهلي بقى إن هما الناس الرفضة التعيين إن هما يعني يفكروا استقرار النادي الأهلي إن هما هيكونوا متوجدين في نفس مكانهم هما عندهم مبدأ إن هما أنا راجل منتخب إزاي يجيب التعيين من الجامعة العمامية منتخباني بس اللي هما مش واخدين بالهم منه أو اللي هما متجهلين إن في حكم محكمة أو حكم قضاء بيقول إن في إجراءات غير قرونية تمت في الانتخابات فتعتبر الانتخابات بطلة يعتبر مجلس الإدارة ده في حكم اللي هو تم حله فلازم برضو نحترم القضاء المصري والقانون المصري وأنا شايف المهندس خالد عبدالعزيز عمل نهاردة قرار بيحاول يحافظ على كيان واستقرار النادي الأهلي هنحاول نجيب بقى يعني أعضاء مجلس دارة النادي الأهلي أو الناس الرفضة أو هنشوف هيحصل إيه لكن زي ما قلت لكم هنسخ خالد عبدالعزيز قال اللي رافض التعيين يبعث لي خطاب رسمي أو جاوب رسمي يقول أنا رافض التعيين في مجلس دارة النادي الأهلي عش يبقى كل حاجة رسمية موسيقى